بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة قبل بس ما أتكلم مع حضراتكم عن أمم أفريقيا ومباراة بكرة وكل هذه الأمور أنا عايز أتكلم مع حضراتكم الأول في تصريح أنا اتكلمت فيه مبارح الحقيقة وهو خاص بالكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أنا قلت مبارح يا كابتن عصام يعني مش كل شوية تطلع بعد إذن حضرتك تقول لنا أن أنت حتستقيل وبرضه ده كان ليه؟ لأنه أنا قلت الحقيقة أن الكابتن أمين عمر مبارح في مباراة اللي كان بيلعبها في كاس الأم الأفريقية لم يؤدي بشكل جيد هل المطلوب مني أن أنا أطلع أكدب؟ هل المطلوب مني أن أنا أطلع أقول أن كابتن أمين عمر وإحنا عندنا حكام متميزين عندنا حكام متميزين طبعا ولكن هناك أمور فنية واضحة جدا لكل الناس تحتاج إلى تغيير هيعملها كابتن عصام؟ أوكي مش هيعملها كابتن عصام يجي حد غير كابتن عصام يعملها ده وجهة نظري بعيدا عن أن الكابتن عصام شخص محترم وحكم كبير أو كان حكما سابقا كبيرا جدا وكل هذه الأمور فأنا مش هطلع أكدب وأقول أن لا الكابتن أمين عمر حضراتكم شفته كابتن جمال الغندور وهو بيحل القناة في بيني سبورتس قال لك أنا مش عايز أكون قاسي على أمين عمر طيب هو المطلوب مني أن أطلع لما أطلع أتكلم أتكلم وأقول كلام لم يحدث أمام نظر الملايين الملايين اللي كانوا بتفرجوا على المباراة شافوا أن الحكم لم يكن موفقا وبالتالي هل ده معنا أن كابتن أمين وحش؟ كابتن أمين عمر ده حكم رائع وحكم كويس جدا وهائل وكل حاجة ولكن في نفس الوقت إنبالح ما كانش موفق بس أدي الموضوع بمتالة البساطة الناس كاتبة وعملين الناس على سوشال ميديا عمالة تكتب كذا وتكتب كذا وتكتب كذا ويبعا تقولي وأنت ضد أنا ولا ضد ولا معا أنا في النهاية أتمنى لكل حد أو لكل عنصر من عناصر لعبة كرة القدم إنه هو يكون كويس لو هو بيمثل البلد فبالتالي يكون كويس هو لو منتخب مصر طلع لقدر الله بكرة أو حصل أو ما عملوش مطش كويس زي ما حصل في مطش نيجيريا هل من المفروض إن أنا ما انتقدهمش مثلا ما هم عنصر من عناصر الرياضة في مصر لعبة المنتخب عنصر من عناصر الرياضة في مصر فهل من المفروض إن أنا ما انتقدهمش علشان معرفش يعني الناس بتفكر إزاي اللي بيبحث لي هذا الكلام واللي بيكتب الكلام ده على السوشال ميديا واللي بيكلمني يعني جاء لي كم تليفون كده برضو من بعض الناس اللي في الرياضة أصدقائنا يعني وحبيبنا بيتكلموا معايا في هذا الأمر وبالتالي هل المطلوب مني إن أنا طلع أكدب مثلا أنا أقول لا أجماعة كابتن أمين عمر أحسن حكم في العالم كابتن أمين عمر أحسن بلاش كابتن أمين عمر عشان يعني ما يزعلش الحكام المصريين أحسن حكم في العالم الحكام المصريين أفضل حكم في العالم خلاص أوكي يا جماعة أنا الفترة اللي جاية هطلع أقول كل يوم هذا الكلام عشان الكابتن عصام ما يتضيقش وما يزعلش وما يطلعش يقول لنا كل شوية أنا عايز أقدم استقلتي لو عايزت أقدم استقلتك يا كابتن للمرة التانية لليوم التاني حضرتك تفضل أقدم استقلتك يا ما ناس كانت كبيرة جدا ولم توفق وقدمت استقلتها ومشيت وجي غيرها يعني الدنيا مش هتوقف الدنيا مش هتوقف والحقيقة أنا شفت تصريح مبارح أو النهاردة الصبح الحقيقة لأحد المسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري قالك لو الكابتن عصام عبد الفتاح قدم استقلته حنقبلها وهناك احتمال أن يكون القادم خبير أجنبي وده اللي احنا كنا بنطالب هنا فيه في البيت الكبير فهل ده معناه أن أنا ضد التحكيم المصري خالص أنا قلت لحضراتكم الكلام ده مبارح أن النادي الأهلي أكتر نادي في العالم يعني بيقف مع التحكيم المصري أكتر نادي في مصري بيقف مع التحكيم المصري يعني فما فيش مانع أن احنا نقول أن الحكم لم يكن موفق مبارح ما كانش كويس مبارح ده اللي حصل قدام الملايين لكن مش هطلع أقول كل شوية لا إحنا عندنا أفضل حكام أعظم حكام ما بيعملوش حاجة غلط وكل أمورهم صحة لا طبعا مش هقدر أقول كده مش هقدر أقول كده لأنه أنا خسرت الدوري السنة اللي فاتت هترجعني لحاجات قديمة أنا خسرت الدوري السنة اللي فاتت وكان رئيس حكام آخر غير كابتن عصام عبد الفتاح عشان ما حدش يقول أن احنا بيتكلم على كابتن عصام عبد الفتاح وانتقدنا أداء الحكام توسبنا خير لما شفنا كابتن عصام عبد الفتاح طالع وبيتكلم في كل حتة في الأول يعني في أول قيادته للجنة الحكام وبيتكلم في كل حتة وبيقول أنا هعمل واخلي وسوي وإحنا عارفين الكابتن عصام عبد الفتاح رجل منضبط جدا في كل شيء وفي تصريحاته وفي كل شيء فقلنا خلاص جالنا اللي حيمسك الموضوع بشكل كويس ويزبط الحكام المصريين ماشي نفطلنا مستنيين مطش واثنين وثلاثة ودوري واثنين يعني الفترة اللي فاتت دي سبع تمن مباريات في الدوري العام المصري سبع تمن مباريات في وا перемتلعبت مباريات كثيرة جدا خلال الفترة السابقة وتلات جواجلات في كاس الرابطة والحقيقة لا هناك بعض القصور الفني الواضح جدا في أداء الحكام المصريين مش هتكلم عن الحكام اللي برا مصر لكن أنا هتكلم عن الحكام اللي جوا مصر هناك قصور فني واضح جدا في اداء الحكام من فضل حضراتكم مش عايز اخسر انا عايز اخسر لو لقدر الله لقدر الله لقدر الله لقدر الله الاهلي خسر دوري ما يبقاش خسره بسبب التحكيم الاهلي يبقى خسره بسبب ان الاداء الفني مثلا يعني الاداء الفني للعيبة مش كويس الجهاز الفني مش كويس اي حاجة من الحزك قبيل لكن اخسره باداء حكام ليه ليه يعني انا السنة اللي فاتت لو ال 15-16 بنت اللي راحوا مني 15-16 نقطة اللي راحوا مني بسبب التحكيم وأداء التحكيم كنت زماني خدت الدوري حتى وأنا في بعض المباراة ما كنتش كويس فأنا الحقيقة بشوف إن الكلام ده غريب جدا المفروض إن أنا أطلع يعني ما عملش حاجة غير إن أنا أقول كل حاجة كويسة وكل حاجة حلوة طيب كل حاجة كويسة وكل حاجة حلوة هطلع بكرة إن شاء الله بكرة إيه لأربع هطلع بكرة لأربع أقول يا جماعة والله إحنا عندنا أفضل حكام وكذا والكابتن عصام عفتاح أفضل واحد في الدنيا والكابتن وكل لجنة الحكام اللي أنا مش عارفها الحقيقة ومعرفش اللي موجودين فيها مين لأن هم لم يعلنوا حتى الآن كلهم كويسين وكلهم هفضل أقول هذا الكلام علشان محدش يزعل أنا معرفش الحقيقة ممكن جدا الواحد ينتقد الواحد لما بينتقد بينتقد لصالح التحكيم المصري هل ده معنى الكلام اللي أنا بقوله مثلا إن الكابتن مبارح كابتن أمين عمر يعني حكم سيء الحقيقة لا كابتن أمين عمر واحد من أفضل الحكام في مصر ولكن مبارح مبارح في المباراة مبارح لم يكن موفق طيب لما أقول مثلا محمد مجدي أفشا في أي مباراة مثلا يعني أنا بجيب واحد أنا بحبه وعرف أن أنا لما أقول عنه حاجة مش هيزعل فمحمد مجدي أفشا لو هو وحش في مطش من المطشات وقلتني محمد مجدي أفشا وحش يبقى محمد مجدي أفشا لعيب وحش وحش